ثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي حرصان مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعامل النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سيسي لوزير الخارجية الصينية تشين جانج وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراضا لأفاق تعزيز أو جهد تعاون الثنائي بين البلدين ومن جانبه أكد وزير الخارجية الصينية خلال اللقاء على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر خاصة في دوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق كما وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاثثمار في التعليم جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاوريها الأساسية كما وجه رئيس السيسي بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية والنشر الوعي المجتمعي بأهميتها وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي طلع كذلك على جهود إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح معرض أهل رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة وأكد رئيس الوزراء أن تبكير مواعد افتتاح معارض أهل رمضان لتبدأ من يناير الجاري يأتي تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبذلك هدفي توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة واتفقد مدبولي ومرافقه جانبا كبيرا من المعرض للوقوف على توفر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تهم المواطن وأكدت تأكد من بيعها بأسعار مناسبة أعربت مصر عن خالص التعزي وصادق المواساة لجمهورية نبال الديمقراطية للتحادية صديقها في ضحاية حطم طائرة وسط البلد وأكدت مصر قفاها مع حكومة وشعب نبال الصديق في هذا المصاب الأليم وكانت نبال قد أعلنت يوم حداد وطني غداة الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا على الأقل في مدينة بخارة بوسط البلاد فيما تستأنف عمليات البحث بين حطام الطائرة المنكوبة تظهر عشرات الألاف في وسط مدريد للمطالبة بوضع حد لتدابير اقتطاع وخصخص التطال خدمات قطاع الصحة العامة وتعاني خدمات الرعاية الأولية في منطقة مدريد تحت وطأة ضغط كبير منذ سنوات بسبب الشحة في الموالد والموظفين مما أكبر عددا متزايدا من الأشخاص على اللجوء الأقصام الطوارئ في المستشفيات التي تعج حاليا بالمرضى على غيران بقية مستشفيات البلاد قالت السلطات البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعلن اليوم عن اقترحات جديدة لمواجهة الإضرابات في بعض القطاعات الحيوية وأضافت السلطات أن اقترحات سوناك تمنح الشرطة سلطات أكبر للتدخل المنائي خلال في النظام العام وتشهد بريطانيا إضرابات صناعية واسعة النطاق بسبب الأجور والظروف المعيشية حيث بدأ عمال السكك الحديدية الأسبوع الماضي إضرابا جديدا قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن على السكان في جميع أنحاء ووسط وجنوب كاليفورنيا الاستعداد لهطول أمطار وثلوك غزيرة مع احتمال حدوث سيول وانهيرات تينية بمنطقة متشبعة بفعل العواصف المستمرة منذ ثلاثة أسابيع وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وفق على أعلان حالة الطوارئ في وكلاية كاليفورنيا التي تكتحها العواصف منذ 26 دي تابر الماضي ختام مجد الثامنة فاصل وانا أود لحضركم الاستجمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر